أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شابي العزيز إن عيد العرش الذي نخلد اليوم بكل اعتزاز ذكره الثاني والعشرين يمثل أكثر من مناسبة للاحتفال بذكرى جلوسنا على العرش فيجسد روابط البيع المقدسة والتلاحم القوي الذي يجمع على الدوام منوق وصلاطين المغرب بأبناء شابهم في كل الظروف والأحوال فالمغرب دولة عريقة وأمة مواحدة تضرب جذورها في عمق التاريخ والمغرب قوي بوحدته الوطنية واجتماع وإجماء مقوناته حول مقدساته وهو قوي بمؤسساته وطاقاته وكفاءات أبنائه وعملهم على تنميته وتقدمه والدفاع عن وعدته وسقراره إن هذا الرسيد البشري الحضاري المتجدد والمتواصل والذي مقن بلادنا من أرف التحديات وتجاوز الزعوبات عبر ساريخها الطويل والحديث شابير عزيز نود في البداية أن نجدد عبارات شكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي للعام والخاص والأسكري وللقوات الأمنية والسلطات العمومية على ما أبان عنه من سفان وروح مسؤولية في مواجهة وباء كوفيد-19 إنها مرحلة صعبة علينا جميعا وعلي شخصيا وعلى أسرتي كباقي المواطنين لأنني عندما أرى المغاربة يعانون وحس بنفس الألم وأتقاسم معهم نفس الشعور ورغم أن هذا الوباء أثر بسكر سلبي على المشاريع والأنشطة الاقتصادية وأن الأوضاع المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين حاولنا إيجاد الحلول للحد من آثار هذه الأزمة وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تدعيته لقى إقبالا تلقائي من طرف المواطنين كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار للنهوض بالأنجطة الإنتاجية ومواقبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية شابي العزيز من حقنا اليوم أن نأتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق وكذاب حدثين الحملة الوطنية للتلحقيح والانخراد الواسع للمواطنين فيها وإيمانا بالمنا بأن السيادة الصحية أنصر أساسي في تحقيق الأمن استراتيجي للبلاد فقد أطلقنا مشروع رائدا في مجال اجتناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبيعية الضرورية بالمال ورغم كل هذا لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن شابير عزيز بفضل هذا الموجود الوطني الجماعي يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية على طريق استعادة قدرته الشرائية وقد تعززت هذه الوضعية والحمد لله بنتائج الموسم الفلاح الجديد الذي أن أبعبه الله علينا والذي يساهم في توفير المنتوج الفلاح الوطني وإشاعة روح الطمأننا لدى المواطنين ويأتي هذا التطور الملحوظ في سياق واعد بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها الذي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع إقلاع الاقتصادي وتوطيض المشروع الاجتماعي الذي نريده لبلادنا لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشكور وبأمل وطني شارقت فيه القوى الحية للأمة من أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية وقلنقابية واجتماعية ومجتمع منني وأدد من المواطنين كما كان الشأن من مرحلة الإعذاذ فإننا نعتبر تنفيذ هذا المموذج مسؤولية أمنية تتطلب مشاركة كل طاقات وقفاءات الأمة حاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والأمومية خلال السنوات القادمة وإننا نتطلع أن يشكل الميثاق الوطني من أجل الميثاق إطارا مرجعيا من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشاب وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرس على مواقبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءات وعليات شعبي العزيز بموازات مع مباثراته التنموية على المستوى الداخلي فإن المغرب يحرص بنفس الحزم على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيذ الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأورم التوسطي وخاصة في جواره المغالبي وإيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار ذلك أن الوضع لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مسلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول فقناعزي أن الحدود مفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين لأن إغلاق الحدود تسنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه الميث المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه إذ تمرات في مختلف المناسبات خاصة أنه لا فقمت الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنين وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول نحن لا نريد أن نعاتي بأحد ولا نعطي الدروس لأهالي وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا أمام ما يقوله البعض بأن فتح حدود لن يجب لجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشابين وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يآلون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات وبإمكان أي واحد أن يتأكد من أدم ساحة هذه الإدعاءات لا سمع أن هناك جالية جزائرية تعيش في البلادنا وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل جزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب كما لن يأتيكم من أي خضر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يذرنا لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وتؤمنين تشعبها من أمن المغرب واستقراره والأكسو صحيح فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنهما كالجزء الواحد ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر فالإصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك وإذا أمننا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتشفيف منابئها ومن جهة أخرى سنتأسف بتوترات الإعلامية والديبلوماسية التي تأرف العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تسيء لصورة البلدين وتترق انطباع سلبي لا سيما في المحافل الدولية لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يضع طاقات بلدين ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شابين فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين نجارتين إنما توأمان متقاملا لذا أدعو فقامة الرئيس الجزائري للأمل سويا في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها الشابانا عبر سنوات من الكفاح المشترك شابي العزيز نغتنم هذه المناسبة المجيدة لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مقونات الكوات المسلحة الملكية والضرق الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره كما نستحضر بكل وفاء أرواح تضحيات أجدادنا الكرام وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني طيب الله ثراهما وكل شهد الوطن الأبرع قال تعالى إن يعلمي الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة